سعيد جدا باللقاء بكم في تقويم التعلمات ودعمها وتوليفها نبدأ بتقويم التعلمات أولا أكتب بالأرقام أو بالحرف فنكتب إما بالأرقام أو بالحرف 405 405 4 ديال المئات و 5 ديال الوحدات العشرات لا شيء فنكتب 405 ثم 999 999 999 990 683 6200 و 3 و 80 التمرين الثاني أفكك العدد إلى مئات و عشرات و وحدات 746 وهو 700 زائد 40 زائد 6 746 و 40 أحيط بطاقة الجواب الصحيح 500 وتسع وحدات هي 500 وتسع وحدات عندنا فد العدد 900 و 5 وحدات 500 و 0 وحدة إذن 509 هو 519 ثم عدد المئات في العدد 444 هو عدد المئات إيش حال جيال المئات 4 جيال المئات تطلبوا مننا عدد العشرات قد نكتبوا 4 و 14 رابعاً أقرأ الأعداد المكتوبة بالحروف وأحيط بخط كتابتها بالأرقام مئة و 6 مئة و 6 ثم 880 880 انظر على 880 خامساً أكمل 100 زائد 100 زائد 100 300 زائد 90 300 وتسعون 100 زائد 100 200 زائد 10 200 و 10 زائد 30 200 وأربعون ثالثاً أكتب بالأرقام العدد الذي رقم وحداته 7 وعدد عشراته 45 45 وهو 450 زائد 7 400 و 57 و 50 عدد مئاته 3 3 ديال المئات ورقم وحداته 8 رقم الوحدات 8 رقم العشرات لا شيء 308 سابعاً أعيد رسم الأشكال وأسميها ثم ألونها بنفس اللون إذا هذه الرسمه الشكل الأول الذي هو عبارة عن مربع لماذا؟ لأن الضعه كلها متقايسة لاحظوا طول ديالها الضلع 1-2-3-4 1-2-3-4 4 ديال التربعات ثم 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 إذا سنبدأ من هذه النقطة 1-2-3 ثم 1-2-3-4-5-6 ثم نصل هذه النقطة فيما بينها فنحصل على المثلات القائمة الزاوية أما الشكل الثالث فهو أيضاً مربع لماذا؟ لأن الضلعه كلها متقايسة وطول كل الضلعين 1-2-3-4-5 5 ديال التربعات 1-2-3-4-5 إذا سنرسم مربع طول ضلعه 5 ديال التربعات 1-2-3-4-5 ثم 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 ونصل النقطة فيما بينها ثم نلوين المربع الأول بالأخضار الزما يتكمل التلوين والمثلات بالأصفر والمربع الثاني بالأحمر التمرين الثامن نحسب ما وفرته سيهم ما وفرته سيهم هو 100 درهم زائد 100 زائد 5 زائد 5 الدراهن 100 زائد 100 200 زائد 50 250 زائد 5 200 25 وخمسون درهم تاسعا أكتب أربعة أعداد مكونة من ثلاثة أرقام باستخدام الأرقام 601 100 100 الوحدة العشرة المئات والوحدة العشرة المئات وايضا العدد الرابع لمكون من 3 جيل الأرقام الوحدة العشرة المئات العدد الأول هو مئة وستة ستة مئة وواحد ستة مئة وعشرة ومئة وستون التمرين العاشر أحيط بطاقة الجواب الصحيح العدد خمسمائتين وواحد وثلاثون خمسمائة وواحد وثلاثون عدد العشرات في العدد تسعمائة واربعة وعشرون هو تبه جيدا إلى عدد العشرات وليس رقم العشرات إذن عدد العشرات في هذا العدد واثنان وتسعون عشرة وهي تسعمائة وعشرون وحدة نظهر على اثنان وتسعون عشرة العدد أربعمائة زائد ثلاثون زائد اثنان هو أربعمائة واثنان وثلاثون نظهر على أربعمائة واثنان وثلاثون التمريل رقم اثنى عشر أكتب العدد بالأرقام أو بالحرف مئة وثمانية ونكتب مئة وثمانية ثم سبعمائة وثلاثة واربعون سبعمائة وثلاثة واربعون ثلاثمائة وتسعة ثلاثمائة وتسعة رقم العشرات سفر ثم نرجع إلى التمريل رقم احدى عشر أرسم وألون المربع بالأحمر والمستطيل بالأزرق والمثلثة القائمة الزاوية بالأخضر أولا سنرسم المربع بعد أن نصل هذه النقطة فيما بينها نحصل على مربع ونلونه باللون الأحمر والمستطيل بالأزرق إذن سنصل هذه النقطة فيما بينها لنحصل على مستطيل ثم نلونه باللون الأزرق كما هو مطلوب والمثلث بالأخضر إذن سنصل هذه النقطة فيما بينها فنحصل على مثلث قائم زاوية ثم نلونه باللون الأخضر التمرين رقم ثلاثة عشر تملك فاطمة مبلغ النقود التالية مئة درهام خمسون درهام عشرون درهام عشرة دراهيم ثم خمسة دراهيم ودرهامين درهام ثم درهام السؤال الأول أكتب مبلغ النقودي تحل هو المبلغ اللي كتملكه فاطمة مئة زايد خمسون مئة وخمسون زايد عشرون مئة وسبعون زايد عشرة مئة وثمانون زايد خمسة مئة وخمسة وثمانون مئة وستة وثمانون مئة وسبعة وثمانون درهام هل تستطيع فاطمة شراء الهاتف نعم أم لا ثم الهاتف مئة وخمسة وتسعون درهاما أما هي فتملك مئة وسبعة وثمانون درهاما إذن سنقرن المبلغ الذي تملكه مع ثم الهاتف سنقرن أول المئات نتساويين العشرات كاللحظة بأن ثمانية درهاما أصغر من تسعة درهاما فبالتالي المبلغ الذي تملكه فاطمة أقل من ثمن الهاتف إذن لن تستطيع شراء الهاتف ثم نلوي لا التمرين رقم أربعة عشر ألاحظ وأكمل أرقام المربعات هي قلنا المربع له أربع زوايا قائمة وأيضا أربعة أضلع متقايسة في ذا المربعات الموجودة في الشكل هي المربع الأصفر اللي عنده رقم أربعة وأيضا المربع الأزرق كاللحظة الأضلع متقايسة أيضا الأضلع متقايسة لنكتبه أربعة سبعة أرقام المستطيلات هي هي المستطيل قلنا عنده طول والعرض إضافة إلى أربع زوايا قائمة إذن كاللحظة المستطيل رقم اثنان كذلك المستطيل رقم عشرة أرقام المثلثات قائمة الزاوية لطري side ريكتونج المثلثة قائمة الزاوية طري contra ريكتونج إذن سنستعمل المزوات أو لقالة بالزاوية القائمة لنتأكد من أن المثلث قائمة الزاوية نبدأ بهذه المثلث الخمسة فكاللحظ بأن له زاوية قائمة المثلث واحد أيضا ثم المثلت رقم ثلاثة كذلك له زاوية قائمة المثلت رقم ثلاثة عشر له زاوية قائمة أيضا المثلت رقم اثنى عشر له زاوية قائمة المثلت رقم احضاع عشر له زاوية قائمة المثلت رقم ثمانية كاللحظة له زاوية قائمة أيضا كذلك المثلت رقم 9 له زاوية قائمة المثلت رقم 6 أيضا له زاوية قائمة إذن كل هذه المثلتات لها زاوية قائمة فبالتالي سنكتب أرقام هذه المثلتات إذن 1 ثم 3 ثم 5 6 8 8 بعده 9 11 12 13 كلها مثلتات لها زاوية قائمة